تعريب بشخصية محمد صالح الرضوي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشكر مصدر أو مرجع المعلومات محمد صالح الرضوي هو الإمام العارف المحدث الطبيب الرحال الجوال أبو عبدالله محمد صالح الرضوي نسبا أسماء راندي أصلا ومولودا البخاري طالبا للعلم وشهرة الأون رابادي نسبة الأون راباض في الهند نزيلا ومفتيا ثم المدني مسكنا ومتفنا المتوفي بالمدينة عام 1263 هجري الموافق لسنة 1847 ميلادي أصله من أسماء راند ثم انتقل إلى بخاري والهند التي نسب إليها واليمن والحجاز وتونس والجزار ومصر والمغرب الأرصى زار الجزار ودرس بها فجاز بها عشرين عالما منهم علي بن الحفاف وعبدالرحمن بن الأمين ومصطفى بن الحرار وحميدة بن محمد العمالي ومحمد بن مصطفى غانوت ومحمد بن قزري وعلي بن عبد الرحمن بن خوج المعروف بإبن اسماية ذكره أبو الطاسم سعد الله في تاريخ الحياة الوطنية فقال هناك شخصية غريبة لا نعرف أنها جاءت الجزاء للجهاد الظاهري وهي شخصية محمد صالح الرضوي الذي حل بها سنة 1845 ميلادي في آتون الثورة ومع ذلك لم يعرف أنه رفع رايا أو داع إلى الثورة فماذا تانا يفعل إذن؟ وبعدها انعرج على دوره التعليم قال ونحن نتسال كيف يسمح له بوجو بزيارة الجزار والبطاء فيها شهورا بينما تانا بيجو يشط في ظله وينفي علماء الجزار ويطاردهم حيث وجدهم ويرسل جاسوسا وروش ليحصل له على فتوى من علماء المشرق تثبت عزائم الجزاريين في المطاومات وتثبت دعايم الاستعمار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد